السلام عليكم طلبتنا العزاء راح نتعلموا معكم مهارات استخدام الحاسبة اليدوية اول مهارة عندنا اليوم هي التيبل التيبل راح نجي عندنا احنا هاي الان نجي ندوس على نفعلها نجي نقرأ نباوع اكو خاصية اسمها التيبل جد رقمها السبعة فنضغط على الرقم السبعة شو هيطلع لك راح يطلع لك افل الاكس في حالة ردنا نكتب هاي الدالة افل الاكس هي اثنين ناقص اكس في اكسبونيشل للمينوس اكس على اربع انتبهوا شباب على هاي الفقرة اول شغلة انه احنا ردنا اثنين ناقص اكس هاي ردنا اثنين ناقص الاكس شون نكتب الاكس ندوس على الالفة وندوس على هاي الانامة الاساوي بعدين نرجع ندوس عليها راح نسد القص مضروبة في بما انه عندي اللين فارج اكسبونيشل عندي اللين احنا مرسوم اللين اذا لازم ادوس شايفت ورد شايفت ادوس اللين اطلاء الاكسبونيشل واكسبونيشل انه الدالة مالتي عبارة ناقص اكس ناقص اكس على اربع اكتب ناقص الاكس اتعلمنا شون نكتبه وتقسيم الاربع وانه اتجاه وانه بنسد القص اول شغلة احنا قلنا نكتب الدالة الواضح وراء ما نكتب الدالة الواضح ما راح يقول لك يقول لك اول قيمة ابدى بها مثلا برسم الدواء لنستفاد من هذه الخاصية انه ناخذ قيم بالسالب وقيم بالمجيب حتى نرسم هنا على الرسم البياني هنا حتى نعرف طبيعة الدالة السرع لنا الامور في حالة الريد نعرف مواقع الجذور اذا نبدأ نقل ليها بناقص خمسة بما انه ما بيمولن ما عندي مشاكل اذا تمام الواضح الاند رأسا هو بما انه ناقص خمسة يقول لك الاند نهاية ماتك انه خمسة فعل لك اياها هدوس يساوي الستيب الخطوة كل جهد كل واحد هدوس يساوي ما راح يظهر لك؟ راح يظهر لك تايبل مباشرة راح يظهر لك تايبل مباشرة للقيام واضح لك جميع القيام هنا تمام شباب راح يظهر لك تايبل مباشرة في جميع القيام فان هنا عندي القيم بدت تتنازل الان وصلت عند الصفر طلعت اثنين عند الواحد طلع صفر وهنا الجذر عند الاثنين طلع لي جذر مباشرتين هنا عندي جذر مثلا عند الاثنين تمام تحولت النوب عندي بالسالب تمام شباب اوكي انها يوضح لكم اليوم اول خاصية بالمحاضرة الاولى ان شاء الله نكمل بالخاصيات الاخرى بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر